اشتركوا في القناة وقاعدة صلبة انطلقت منها المرأة في مملكة البحرين نحو مزيد من العمل والعطاء في خدمة وطنها وتحقيق الإنجازات النوعية المتميزة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات وخلال ترأس صاحبة السمو الملكي حفظها الله للاجتماع الثاني لدورة الثامنة للمجلس الأعلى للمرأة والذي أقيمها بمقر المجلس بالرفاع شددت سموها على أن هذا الدعم وهذه المساندة الملكية السامية تشكل الركيزة الأساسية التي يستند عليها المجلس الأعلى للمرأة في كل الخطط والبرامج والمبادرات الحالية والمستقبلية ويترجى من خلالها التوجيهات الملكية السامية عبر جهود متواصلة يبذلها المجلس لتسريع وطيرة الأداء وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في إطار نهج العمل الوطني وأشارت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ساهمت في الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة عطائها المؤثر في التنمية الوطنية مثمنة سموها ما تقدمه الحكومة الموقرة من دعم لأعمال المجلس الأعلى للمرأة لما ساهم ويسهم في دمج احتياجات المرأة في الخطط الحكومية ووصول المرأة البحرينية إلى حيث هي اليوم لتساهم بكل اقتدار في نهضة وطنها وازدهاره وعرب سموها عن شكرها لجميع الجهات والشركاء في مختلف مؤسسات الدولة على مساندة جهود المجلس الأعلى للمرأة في إطار أدائه لدوره وتفعيل اختصاصاته الأمر الذي ينعكسه إيجابا على مكانة المرأة البحرينية التي تشغل أعلى سلم الأولويات الوطنية بفضل هذا الاهتمام والحرص مؤكدة سموها أن البحرين تسخر بالكفاءات الوطنية المخلصة في العمل وتعمل ضمن فريق عمل واحد ومتكاتف لتصل إلى ما تحقق اليوم من نتائج مفرحة للجميع في ترسيخ مكانة وتقدم المرأة في مملكة البحرين لتؤدي دورها كعنصر رئيسي وشرك ثابت في دعم تنمية المملكة واتطورها وصناعة منجزات الوطن ومستقبله لا في تتنسموها إلى أن جهود المجلس أسهمت في مسيرة الإنجازات حتى أصبحت المرأة البحرينية نموذجا يحتذا به في جميع الدول ومثالا يحتذا به في إصرارها على النجاح والتقدم ورفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافلة الدولية ما عزز من دورها في كافة مسارات المسيرة التنموية الشاملة وتقدمت صاحبة السمو الملكي قرينة الملك المعظم بالشكر والتقدير لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على ما يبدلن من المساهمات قيمة لإثراء مسيرة العمل المؤسسي للمجلس مشيدة سموها بحرصهن على تقديم كل ما يلزم من أفكار واقتراحات مثمرة وبناء تعزز استمرار عطاء المرأة البحرينية بمختلف المجالات وعلى كافة الصعود باعتبارها عنصرا أساسيا في الإنجاز والتقدم هذا واستمعت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع إلى شرح حول أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة للعام الجاري إضافة إلى دراسة مشروع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2023-2026 من خلال التقييم وإعداد مقترح الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026 وقد أحيط المجلس علما بمستجدات توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة مركز التوازن بين الجنسين بالمملكة العربية السعودية في مجال التنمية الإدارية ومستجدات مشروع استراتيجية العمل المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية